السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم محتوى هادف وفي فيديو جديد في هذا الفيديو سنتحدث عن بعض العلامات التي تشير إلى إصابة الطفل بالتوحد اضطراب التوحد أصبح من الاضطرابات التي يمكن تشخيصها في سن مبكرة للأطفال بل وحتى في الشهور الأولى من عمر الطفل وهذه بعض العلامات التي تشير إلى إصابة الطفل بالتوحد سلوك الطفل يمكن ملاحظة قيام الطفل بالدوران المتكرر في المكان نفسه أو التأرجح بصورة متكررة كما قد يظهر الأمر من خلال طريقة لعبه وتحريكه لجسمه وأصابعه ورأسه إذ يكرر حركاته بضع مرات وغيرها من السلوكيات الحركية المختلفة عن أقرانه الاضطرابات الحركية قد يبلغ الطفل سنته الأولى أو الثانية دون أن يستطيع المشي أو الجلوس ولا يفرق بين صعود السلاليم أو النزول منها ويواجه صعوبات في تقدير المسافة عند المشي كما قد يعاني ضعف التنصيق بين حركات جسده وإمساك الأشياء بيده يكره الكثير من الأشياء الطفل المصاب بالتوحد يكره الكثير من الأشياء حوله مثل الأصوات الصاخبة ارتداء بعض قطع الملابس كالجوارب والسراويل والحزام وقباعات الرأس كما أنه يكره لمس والديه له أو تقبيلهما لا يتكلم قد يتأخر نطق الطفل المصاب بالتوحد إلى ما بعد العامين وقد يتعلم النطق في مثل عمر أقرانه لكنه يحجم عن الكلام أو قد يكرر الكلمات نفسها مرارا دون تطور في معرفته اللغوية لا يبده اهتماما بالآخرين الطفل المصاب بالتوحد انطوائي ولا يتفاعل أو يلعب مع الآخرين حوله حتى والديه بل وقد يكون رد فعله عنيفا اتجاه من يحاول اللعب معه كما لا ينتابه فضول حيال اكتشاف الأشياء الجديدة حوله تعبيرات الوجه تبدو على الطفل المصاب بالتوحد بعد الإشارات الجسدية مثل صرف نظره بعيدا عن المتحدث بصورة مستمرة ولا ينظر في عينيه كما قد لا يتجاوب مع الصور البشرية أمامه ولا يبدي تعبيرات كالابتسام والضحك يلعب بأشياء غير تقليدية الطفل المصاب بالتوحد يترك اللعب بصفة مستمرة وتجذبه أشياء أخرى للعب مثل غسالة الملابس في أثناء عملها الحزن الطفل المتوحد يشعر دائما بالحزن الشديد وذلك بسبب أي تغيير بسيط حوله التعبير عن ما يريد قد يعجز الطفل عن التعبير عن ما يريد ويستخدم الإشارة بدلا من الكلام وذلك في عمر العامين فمثلا إذا أراد الماء فلا يطلب ذلك بكلمات صريحة أو بديلة تحمل المعنى نفسه ولكن يلح على الأم بالوصول إلى الثلاجة لإحضار الماء من الممكن أن يعاني الطفل الطبيعي أي عرض من الأعراض السابقة غير أن وجودها مجتمعة أو وجود أكثر من عرض لدى الطفل هو بمثابة جرس إنذار للأسرة للتعامل مع الإضطراب أو عرض الطفل على أخصائي سيكولوجي إذن هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو الذي خصصناه للحديث عن العلامات التي تشير إلى إصابة الطفل بالتوحد أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر